أقل من شهر بعد أن أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس والعملين في جامعة صنعاء استئنافها للعمل وإيقافها للإضراب الذي أعلنته احتجاجا على تعيينات الميليشيا لتعود جامعة صنعاء للواجهة بدعوة جديدة أطلقتها النقابتان لوقفة احتجاجية الأربعاء للمطالبة بسرعة حل الإشكالية ورفضا للمماطلة الميليشيا التي نصبت نفسها بديلا عن السلطة الشرعية لم تكتفي بالمهام الإدارية فقط بل حتى الأمنية والقضائية ففي كلية الآداب اختطفت الدكتور علي الأشبط واحتجزته في السجن المركزي دون اتباع الإجراءات القانونية وهذه الصورة مثلا التي علقت في جامعة صنعاء نموذج مصغر للتشريعات التي تصدرها الميليشيا في مجال معاقبة كل من يخالفها الرأي الإعدام عقوبة لكل من يذيع إشاعة أو حتى خبرا أو بيانات وبين ما تقوم به الميليشيا في عموم البلاد وما تقوم به في جامعة صنعاء بالنمارسات تعسفية ضد الأكاديميين والطلاب في الجامعة تثبت أنها مجرد عصابة لا يمكن لها الخروج من تلك العباءة ترجمة نانسي قنقر